في لقاء استمر بضع ساعات بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور المعاونين السياسيين الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل استعرضت طرفان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وخصوصا ما يدور على الساحة الفلسطينية فأكدت دعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بجميع الوسائل وفي الشأن اللبناني جرى نقاش معمق في الملفات الداخلية حيث أبدى بري ونصر الله تقويمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت التزام خيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها والمشروع السياسي الذي يحمله حزب الله وحركة أمل وحلفاءهما كما نظر الطرفان بارتياح كبير إلى انتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة آملين استكمال هذه الخطوات بتأليف سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح وجرى في الاجتماع مقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية وكان تشديد على العمل الجاد لمحاربة الفساد فضلا عن الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات